البنات تعانوا لي من الشيب ما خليتوا ما جربتوا ما خليتوا ما استخدمتوا ما استعملتوا وهو الشيب اللاسق ما بغاش يمشي لكم نهائيا اليوم ما بغاش نحيدوه من جذر ديالو بوصفة ليست بي سبغة ليست بي خلطة اليوم ما غزكون وصفة سبيسيال تحت لبزافة المتسبعات ديالي الله يحفظهم لي وخليهم لي متسبعات وفية ديما لي كومنتار ديما التعاليق ديما لي لايك الله يعطيكم صحة انا مزوجة فيكم حبيباتي قبل كل شي ما تنسونيش من اللي لايك اللي لايك اللي لايك شي حاجة مهمة يا البنات والله القسم الى اللي لايك ديالكم كيزيدوا يفرحوني كيزيدوا يشجعوني كيزيدوا يأغنسوا بي القدم الواحد درجة ما تصور شيء على بلكم عندكم اللي لايك وكذلك التعليقات فالله يرحم بها الولي ديالبنات الله يخلي لكم كل من هو عزيز وغالي عندكم ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم كيما غتسعدوني الله يسعدكم كيما غتفرحوني الله يفرحكم ان شاء الله وال والله القسم بناسي للدعوات مني تكونوا من القلب توصلوا للقلب الحمد لله فالله يعطيكم استر ما تنسوناش كما قلنا من اللي لايك من طبيعة الحال فضلا وليس أمران وكذلك التعليقات ضروري ما تبسيلي وجودك بواحد سيدي التعليق يكون فاعل تارك يكون مزون وتقيل إن شاء الله مرحبا بكم كاملين وكاملات كل من هي وحدة كتفرج فيها وكتسناني نجيب ليها الجديد يوميا فالله يعطيكم الصحة وشكرا شكرا لكل وحدة والله يستليكم الأمور ديكم حبيباتي كما قلنا في الأول الشيب ضروري ما يكون عندنا سواء كنا صغار سواء كنا كبر غا هو لك كنا كبر كيكون كتير كنا صغار كيكون شوية فاحنا غادي نتخلصوا من اللي شوية من اللي بزاف من اللي متوسط من اللي قليل من كل شي أنواع الشيب كاملين نتخلصوا منهم بوصفة المكوي الأساسي دي لها هو البصلة سيبي زغربنات حاجة عجيبة غريبة أكيد أنا عارفة ولكن ما شاء الله اللهم بارك في البصل الحمر خصوصاً الحمر خصوصاً لبنات كيزول الشيب كيقلعوا من الجدر دياله كذلك لبنات كيساعد على أنه يطول لك شعير ديالك يعني إلا كانت عندك الزغبة مثلاً غير في الحد ديالها هادي عام عامين تلسنين لا بدون جدوى بدون مرفعة ما خليتي مدرتي ما خليتي ما استخدمتي وما استعملتي شريتي المنتوجات شريتي البرو دويات اللي كيهدروه إليهم فقطي في لي ساسك في الخوة الخاوي ومنفعتك تكتش حاجة جربي لي البصلة حيدي عليا الخوة الخاوي وجربي لي البصلة جيبي غير بصلة بعشرة ديال ولي بدرهم أو تبرعي لي بيها أو أصلاً البصلة بعدها ضروري ما تكون عندنا في كل مطبخ وفي كل كوزينة ضروري ما تكون حاضرة عندنا البصلة تبارك الله غزالك تحمر لوجه كيما تنقول لولا في الأكلات ولا الشيوات ولا البنات حتى في الشعير ديالنا فهي ضقبط للي علاج الشي علاج التساقط لعلاج الجفاف لعلاج فراغات الشعر كتطول لكم الشعير ديالكم كتعالج التقسف كتعالج الجفاف كتعالج بزفة المشاكل أي يا لبنات البصل مكون خطير خطير في علاج جميع المشاكل انتمنا هاد الفيديو حبيبتي تكون خفيفة ضريفة على قلوبكم تكون زوينة تكون بسيطة دائماً الأمال الفعالية الاقتصاد هو الشعار ديالنا هو الهدف ديالنا الحمد لله النبيل فالدواء حبيبتي همشون تعرفوا على المكوناس ديالنا والطريقة ديال التحديم والطريقة ديال الاستخدام وتبعوا معي الفيديو منذ البداية حتى نهاية باش تستفدوا باشو سألا ما تبقى عندكم حتى شي شي ببيضة ولكن 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 حبيبتي ما تنسونيش ملي لايك الله يعطيكم الرضا والله يعطيكم صحة حسبوني اختكم الأم ديالكم على حسب كل وحدة ولاش ديالها يعني كاللي تحسبني اختها كاللي تحسبني صديقتها كاللي تحسبني جارتها الأم ديالها اللي بغيتوا لا تنسوني شمالي لايك الله يعطيكم مرضا والله يعطيكم صحة وكذلك التعليق ديالكم وخغر بدعوة لا تنسونيش بيها المهم نحتاج البصلة هنا البصل الحمر هذا هو البصل الحمر اما الحجم الكبير اما الحجم الصغير مهم خذ البصل الحمر لا يعجبني انا في الوصفة صراحة الله مهم قلنا البصلة الحمراء كذلك حبيباتي ستحتاجوا معي اوراق الصدر لانه من غير البصلة ستحتاجوا مكونات اخرى مبغيتش ندليكم ماء البصلة كان بامكاني نجيب البصلة ونديرها لكم ولكن قلت لا ندليهم بصلة واعشاب اخرى باش تكون الوصفة مكتعلش غير الشي بوحدة تتعلش جميع المشاكل الاخرين المهم هنتم البنات هنا عندي اوراق الصدر كمية من اوراق الصدر كلهم فوائد وكلهم مزايا ومبارك في اوراق الصدر يعني كما تقولوا عنده فوائد كثيرة ومتعددة قلنا حبيباتي اوراق الصدر قلنا البصل كذلك هغزالة دي وليه تحتاجوا معي ان شاء الله حبوب ديال الشاي هنتم هنا را عندي كمية من الشاي شوفوا هذا هو اتي تحتاجوا منه ان شاء الله كمية فقلنا حبيباتي اتاي او الشاي كذلك حبيباتي قلنا البصل او البصلة وكذلك غزالة دي وليه تحتاجوا معي ان شاء الله الى الملح بالنسبة للملح شنو الدور دياله هو انه كيعالج القشرة بزافت المتتبعات ديالي تقولوا لي يا را كان عنو من القشرة شنو الحل لا اعطيناش حاجة افكاس فالملح احسن حاجة ارخص واحسن انا باش كيعجبني الملح تشاركيه مع اي وحده تقول لك الله اعطيك صحة وخي ما يكونش عندها في جيباح تدرهم يعني تقول لك الله اعطيك صحة لانه الملحة موجودة ماشي شي منتوج ولا شي برودويدير 100 درم و200 درم الى اخرين من الاتمنة الخيالية لكنين في السوق ماشي ماكينيش وبيدون منفعة وبيدون جدوها حكوه لي ابنات والله يلقى سورو لي احتي المنتوجات قالوا لي يرى خسرنا في ليستنا غيف اخوة الخاوية قشع ليش كنقول لكم قبيوا في لساتكم عندكم وجربوا لي الوصفة الطبيعية ما كنش ريالبنات شي حاجة حسن منهم المهم قلنا الملحة قلنا الاوراق الصدر قلنا البصلة وكذلك حبيباتي غادي تحتاجوا معي ان شاء الله الى حبة السوداء او حبة البركة او ما يعرف بالشانوج انا غنبطجيها معاكم نوريها لكم زيان لانو بزفت الابنات كي يقولوا لي يورينا الاعشاب انا غنوريكم الاعشاب ولكن انتم معتمنا الاسماء في بعض الدول في حال ميصر في حال العراق انا نستفيد في الغامن نعمل رصيد المعرفي نتعمق في بزف ديال اشياء لان هذا هو الوضو ميندي الحمد لله انا نتعمقه اخليوا لنا الاسماء اي شباب اشاركوها معاكم شاركوها معاكم او دول اخرى المهم هادي هي الحبة السودة والحبة البركة او ما يعرف بالشانوش فغتحتاجي منها كيمية مهم قلنا كيمية من الحبة السودة قلنا كيمية من اوراق السدر قلنا كيمية من الملحة كذلك احبيباتي كيمية من البصلة دابا ابقالينا الكيراتين وهنا يا البنات رجبت ليكم واحد لمولاتي العشبة هي هذه زرعت الكتان وما اروعك ما اروعك يا زرعت الكتان ما شاء الله اللهم بارك فيك يعني بثمن خياء يعني بثمن مناسب ما شاء الله من البصلة قوم بتبريع القبيلة كاملة المهم قلنا الملحة قلنا أوراق السدر قلنا الحبة السودة قلنا الحبوب الشاي وغنحتاجوا الماء وعلى بركة الله غن دزول طريقة التحضير هي بنا يا البنات سوف نحاول مكسيموم أخذ بصلة بصلة اضفت كمية من البصلة اضفت كمية من البصلة أولى هوراق الغار كذلك كمية من زرعة الكتان كمية من الحبة السوداء كمية من حبوب الشاي أولى حبوب أتي اضفت كمية من البصلة اضفت كمية من البصلة اضفت كمية من البصلة و لا يبقى عندهم شيء فعالي نهائيا المهم حبيباتي كما قلنا سوف تأخذ هذه العشاب سوف تضعين فوقنار مهيلة مدة 15-18 دقيقة بعد ما يغلاء و سوف نضيفها و سوف نضيفها معكم و سوف نضيفها و سوف نضيفها و سوف نضيفها و نقدمها لكم في بخاخ أو لفره الشاشة و صحة و راحة حبيباتي مسبقة سوف نضيفها اضيفتكم المهمة تبدو على الرغم سوف نرى باستاذ يبليكم جيد هنا بقى مغلاء لا يوجد شيء نفسي يقولون لي باستاذ عادة و طبيعية و بينا و وضحة هي أنه لون محلول تغير الأعشاب تبلون الوصفة تطلق الريحة تشمي واحدة ليلة ليس لتي تريحة المغربية التطلق الاصيل لحقوقها تحبب بصلا و العشاب و نسف الميهة تحمق و البنات لا يتعلم للمشعرها سوف يقول لك حتى الركوب يقول لك الركب و تقولون انت غاده لك و القسمية الناس على الضمانة غير جربوها و اضعوا ليفتعليقات اتمنى حبيبتي تجربوها و تقولوا ليفتلك كومنتا كيف اجتكم وشفع لنات الاستحسان ديلكم وشفع لنات الاعجاب ديلكم ولا لا وانا حبيبتي كنرحب بجميع التعليقات بجميع التعليقات على راسي وعيني يا حبيبتي المهم هانتوما الوصفرها بدت تتغلي هانتوما يعني كما تنقولو الغلية بدت تطلع ما شاء الله شوفو والريحة ما اللهم بارك يا رفنات اللهم بارك رحة كتحمق و كتهبل مهم هانتوما الوصفة تغير الاعشاب تهومية كما تنقولو في حالة تسلقون السلقة اكيد هم مشي تسلقوه انما يعني دبلوا دبلوا البنات مهم حبيبتي هانتوما الوصفة كيف شو الله الاصفر كيلي غايولي عندك حل كيلي غايولي عنده ليموني على حسب كمية الاعشاب اللي اضافت مهم هانت يا للمولاتي شوفي لي شوفي لي الوصفة كيفش دي ركت حموك دبلوا الوصفة خليها تبرد و ان شاء الله سوفيها معاكم المهم حبيبتي الوصفة هيا وجدات بعدما الغلاد دبلوا باش نصفيوها على بركة الله حبيبتي كتاخدي معايا واحد صفاية و ايناء زجاجي و كتصفي لي المحلول ها هي البنية الوصفة هدا هو الوين وهدا هو الشكيل ديالها دابا غدت اخدي لي واحد حاو نبعد باش يبليكم شوية مزيان المهم دا غدين اخدو واحد البخاخ اولا رشاش هكدا يا انا عندي هذا راكينين موجودين في السوقات ثلاثة درهم ميد ريال خمسة درهم يعني مغربية مهم دا بكت تشدي لي يدك البخاخ وكتوضع لي فيه المحلول كامل ها الطريقة هادي ها انتم البنات وكتسدي لي تسدي تخليه يبرد هدا راح سخون يا البنات راكي حرق هادا انا حرقني فسباعي فما بالوك الفروة الراس مهم كتخلي هكدا يبرد ومبعد كتبدي ترشيه لي على الشعير ديالك بها الطريقة هادي من المقدمة حتى الاطراف الناس اللي كيقولوا لي مثلا ما بغي ناش نغسل الشعير ديالنا فممكن تديري هاد البصفغي للاطراف وما تغسلي الشعر ولكن الى بغيتي كما تنقولوا احنا تغسلي الشعير ديالك فضروري ما تديريها في المقدمة والاطراف كنتي ما غتغسلي الشعر ديريها غا في الاطراف المقدمة الا لانو تديريها في المقدمة غادي تفزاق ليك المقدمة بتالي خصك ضروري تغسلي الشعير ديالك يعني هادي هي الوصفة اللي كتطول الشعار كتتتنبت الفراغات كتتعالج الشي بالشي بالبنات ما نهدروش علي دقب بتطلو هاد شي كي بدي بليكم مندو اول استخدام والله القسم البنات على ضمانتي غير جربوها ارضو علي في التعليق , وليز خبيبتي ما تنسونيش من الاعيك وذلك التعليق فش ف Св بدا تنزل بوصفة اخرى في نشاء الله فحبيبتي ما تنسونيش من الاعيك كذلك تشتركوا في القناة فعلوا زل الجرس وبوثاليكم كبيرة كبيرة بزاف ونتلقى معكم في هميزة اخرى وفوث فخرة ان شاء الله وبوثاليكم كبيرة والسلام عليكم